السلام عليكم أخي حسين ليشهد الله على كلامي هذا إلى يوم الدين أحببت أن أقص عليك من كرمات سيدي صلاح الدين التجاني رضي الله عنه التي وقعت معي في أيام مسبقة ذات يومي كنت أمشي في الطريق وإذا بأرى شيخي من حولي في كل مكان وفي ذلك اليوم بالذاتي صليت العشاء في المجل وبينما أنا واقف للصلاة رأيت شيخ أمامي مباشرة دهشت لما رأيت فقلت له في نفسي أنت بالله والأعجب من هذا كأنه سمع ما قلت في قلبي وتبسم والله دهشت لما رأيت وليكن بعلمكم أني لم ألقاه يوما جسدا لم ألقاه يوما في حياتي جسدا يعني مباشرة